تحياتي لكم مرحبا وسهلا بكم مشاهدين في كل مكان مشاهداتنا ايضا تحياتنا لكم لا تنساوا من فضلكم التكبيس ولا تنساوا تشير لايف مرحبا وسهلا بالنصحراء الغربية مرحبا وسهلا ولاي تحياتي فاطمة اول المتحقين مرحبا وسهلا اذا حاولوا من فضلكم تكبسوا وتشيروا عبدالواحد مرحبا وسهلا تحياتي كيموداز مرحبا وسهلا اذا مع بداية هذا اللايف اللي هو اللايف الثالث من جنوبي يناير الفين واربع عشرين نبدأ كالعادة مع النشيد الوطني السحراوي كالعادة دائما نفتتح كل ما يعني وجدنا الفرصة سانحة ولا توفرت التقنية ايضا سنفتتح لايفنا بالنشيد الوطني السحراوي وبعد ذلك نفتح باب المناقشات ونحاول نطرح دائما السؤال بماذا هي السحراء مغربية قبل خمسة وسبعين مغربية اشتركوا في القناة 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 يا ياتفا حوال وطن ويا أشعبون المجد فلا نحن للشعبين سلط لأفنا قياما وقوت حتى نحاطينا قيط وعدا يموت حتى نحن للشعبين فاقل لقصدنا حدود فاقل لقصدنا حدود فاقل لقصدنا حدود سلام قلت عليك سوط خاصة لعبتي فاقل لقصدنا حدود فاقل لقصدنا حدود فاقل لقصدنا حدود وقل لقصدنا حدود فاقل لقصدنا حدود فاقل لقصدنا حدود برافو لها والبراعم إذن كان هذا النشيد الوطني الصحراوي مرحبا سهلا بكم كاملين شكرا صانيكات سامير فاتيغوز مرحبا سهلا نشوفوا الإخوة كذلك أيها هبا وعليكم السلام من من أبدو الله مرحبا سهلا قد الواحد تحياتي الواحد قال الغفور الرحيم الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم وليس الوطن الله اللي غفور الكبير مرحبا سهلا إذن نحيكم كاملين لا تنسوا التكبيس لأن التكبيس ضعيف شوي الواحد قالنا الحوت الحوت احنا ما نبيعوا الحوت لا ما عنا الحوت لا عنا الأفكار وعنا التاريخ وعنا قضية عادلة اسمها قضية الصحراء الغربية مرحبا وسهلا بكل من أراد يجاوب على السؤال طبعا السؤال البسيط هو بماذا هي الصحراء مغربية قبل 75 سبعين ربا أحد الأخ هنا فألا نطلعوك أيوب أيوب وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته الله أخي الكريم اخويا كيف تصدعت مما ما نسمعك مزيئا نسمعك أخويا حتى حنا ما نسمعك أخويا نسمعني أخويا هذا مزيئا 2010 أيوب من المغربي مرحبا كيف تتفرج على أوضر على أفكار أخويا تتفرج على أفكار أخويا تتفرج على منة رأكت متسجد على تفرج فيها بعدما أفكار أخويا أسمع أخوي أسمع و أساين نزلك يا الله و الله يعاونك ماشي مش قدش تفرج فيها أراك تتفرج فيها أخوي أراك الان تتفرج فيها و لكن تتفرج فيها في بيت العاسك انت تخطت لك البيت العاسك انت لقيتني تتفرج فيها في بيت العاسك تذهب إلى هذا الحماق ماذا هي الصحراء مغربية قبل خمس سبيب؟ لا يوجد من الجواب العالم الكامل لا يتم فضحوا قداموا يعرفكم الجزائري على حقيقتكم يعرفكم الموريتاني على حقيقتكم يعرفكم الليبي على حقيقتكم يعرفكم التونس أما إذا قد يقدم لكم جست العظاف اللهم عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية أخي من الموريت مرحبا وسلم أنا سامعينك أخي الكريم تحية من الموريتان مرحبا وسلم والله مرحبا بيك سلام مرحبا وسلم والله كيف حالك الحمد لله كل شيء تمام كيف الحال والله بخير الحمد لله والله والشهداء الله أرحمهم إن شاء الله والجاوزان أمين إن شاء الله تحية إلك وشنابت عندك أنت ذلي بعد الاحتلال المغربي في حق المدنيين الموريتاني شوين المغاربة المغاربة بيزار أنا ما نكره الشعب المغربي لكن المغرب ما نقد بيها بيذلي مع دلال الصحراء مش موزين وش خاسر وكذلك موليموريتان شمنه الظلام ياك شفت أسلوبهم شفت أسلوب شفت أسلوب حتى شفت أو شفت أسلوب بالله عليك حد عنده قضية عادلة يدعو الذنب تسلوبه ماهي يا الله ماهو الأسلوب رديعي رديعي للأسف أسلوب ركيك وشنابت عندهم طامع شنابت عندك شنابت عندك ذا اللي يقولوا في موريتان يقولوا كذاش موريتانية مغربية وكذلك لا حلا علاش تقعد موريتانية مغربية علاش ما تقعد المغربية هي الموريتانية وما قالوا المرابطون مغاربة بعد ياسر قالوا على مارة هذا وقالوا على مارة حقيقة وشنابت تفاعل المجتمع الموريتاني مع هذا اللي يوقع كان فعلا تحرك شوي المجتمع الموريتاني والله الناس عاد حديثة حقيقة والله وعلا ما عقفها تبدلت شوي من ذا الصمت اللي ماهو ماهو صالح مشكلة مشكلة الشعب الموريتاني ما عنده مشكلة ومشكلة في الحكام ماهو مردة تفاعل يعني الحال كيف ناو اغار المجتمع اغار يكان مثلا الموضوع من تعصر قبالة وسط المجتمع الموريتاني وعلى الناس يعني تتداول فيه بشكل ماهو كيف كان ها 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 وعقود لك حق جزاك الله وخير جزاك الله وخير والله مرحبا وسهلا والله والنبي والله مرحبا وسهلا والله مرحبا وسهلا اذن كبسوا ومفضلكم رحمة تكبيص ضعيف 11500 حاولوا تكبسوا وتشيروا لايف تفضل الاخ والاخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف هالك يا أخي محمد كيف هالك والله نحبك والله نحبك والله نحبك بارك الله وفك حبك الله عرفنا بنفسك جزاك الله وينك مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا الصحراء وتفضل مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا والله مرحبا وسهلا بخير شفت اليوم شفت جريدة فرنسية قالت عنهم بدلوا رئيس المخابرات به قضية بيغاسوس يكتجسس للرئيس الفرنسي رئيس المخابرات الفرنسي المخابرات خاصة المخابرات الخارجية قال عنها عنهم بهم الأسباب بسببين واحدة لوشي باش تبدل لوشي ما تبدل تبدل مباشرة بعد عودة رئيس المخابرات المدنية من المغرب لأنه التقى مع الحموشي في المغرب ولا أرجع مباشرة في اليوم الثاني وتعين بديلا لرئيس المخابرات الخارجية الفرنسية هذا اللي كانت بني اليوم عنه رئيس المخابرات العسكرية الخارجية الفرنسية لأنه ما ما جاب أخبار لقضية التجسس ما هو في الموند الفرنسية نعم لقيت لك على أنه جاء مدير المخابرات المدنية الفرنسية اللي كان زاير المغرب ومنين رجع من المغرب وطلع وعاد بلد رئيس المخابرات العسكرية الخارجية قضية المجزرة اسمح لي ربطوه كذلك بموضوع ما جرى بإفريقيا وعلنه ما توقع صحيح ربطوه بغضية الانقلاب اللي خاصة الانقلاب اللي في النجا أنهم ما أعطى ما أعطى التقرير ولا أعطى التوقعات بقضية الانقلاب يلينا يلينا خلاص صيح على أنه فشل الذريع لأحد من أجهزة فرنسا لتعتمد عليه خاصة على مصالحها الخارجية تماما والله تماما والله تماما والله بالنسبة للشعب الرأي العام كامل لأنه انتشر الخبر في جميع صفحات التواصل الاجتماعي كما وهي العات اليوم هي وسيلة الإعلام وخلق تضامن وخلق يعني قاض بين بشكل رهيب على المملكة المغربية وخاصة قاعدين علموا بغضية مهمة هون هو عن السلاح اللي قام بعملية هاي الإجرامية الإرهابية ضد المدنيين العزل هو سلاح صهيوني هو السلاح اللي يكتر الأطفال والنساء في غزة وهذا ما كان هذا كان قايم ياسر من الرأي العام المرتاني كانت قايبة عنه المغرب من يجيب السلاح وشي عدل وشي يعني ما كانوا مهمين عندهم بالنسبة لها ياسر من الرأي المرتاني خاطب طابر الخامس اللي عنده مصالح وعنده تجارة ومن ضمن هذو كالصحراويين الحاركيين وكل فهم اللي عندهم فليات في موريتان وعندهم مصالح وعندهم تجارة الرأي العام المرتاني كامل أقل بيتوم ما يعرف قاع المغرب ما يعرف عنه ياسم المعلومات ولكن بسبب هاي الحوادث وبهذه الأخطاء لاحقت الأخبار وانا معاك على المباشر وانا معاك على المباشر يبدو أنه يفهم جديد في هذا الأمر لأنه هناك إشعار من الشعب الموريتاني إنه غدا له عدة المظاهرة قدام سفارة ها ها نقول هلا كان والله هناك الرأي العام مقلوب وخاصة قاعدين علموا عن هذا اللي نخطو به الأبرية عنه سلاح صهيون ذات الطامة هذا قبات مخزم فذي قاعد الظروف اللي فيها الحرب في فلسطين يعني نكشف مصدر السلاح إنه جاي من عند دولة ماريدة دولة ناس كاملة تكرهها دولة مجرمة العالم ككل يكرهها مارقة الخارج عن القانون وعن الشرعية الدولية هذا الكيان وهذا عاد منتشار فيها يعني نتشار بصيفة رهيبة صيفة رهيبة في الشعب الموريتان والله أولا شكرا علي تحت الفرصة واني بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك هذا مواطن سحراوي طبعا دائما نطبع باش نقدمون ضيوفنا ما يسترى بيك هناك كذلك يعني خبر يتعلق أيضا بالقديم مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك 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 الخير ما شاء الله شحالك أنت بيك خير ولا خير الحمد الله مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك ماذا موضوعنا اليوم؟ ماذا فعلنا اليوم؟ موضوعنا اليوم وموضوعنا اليوم سنا ما هي الحجج والأدلة على مغربية الصحراء قبل شراء شكرا يا جيالي شكرا اشتركوا في القناة 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 النهاردة نحن نناضل بمباركة من الله هذا النظام الفاسد الذي ينتج اشباه البشر من لا يحترمون اساتذة كبار محترمين نقاش نقاش لم يحترم حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا له الرسول صلى الله عليه وسلم وتنكر له صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا من فوق السبع سماوات قال انك فيناك المستهزئين وحسبنا الله ونعم الوكيل في شعب محترم مثقف مناضل مؤمن يدافع عن دينه واخلاقه وثقافته يعامل بهذا الشكل الوضيع من نظام انتج لنا جزء من شعب مراكش فاسد ليس عنده اي قيمة انسانية فتحياتي ليك وانا اؤكد لك انك بتعمل عمل مبارك مؤيد من الله بانك توجع هذا النظام المتخلف الرجعي العميل الخاين الغادر والدليل على الوجع والألم من شخص واحد يحمل فم واحد ويدين بالتليفون والتليفون 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 وهم عندهم اجهزة اعلام واجهزة امتصاص للصوت وامكانيات خارقة وضرون يقتلون بها الابرياء وانت بشر واحد وتوجعهم تحياتي لك الله يوفقك وتحياتي للجابهة الشعبية لتحرير السقية الحمراء والدهب وتحياتي للجيش الشعب الصحراوي واستمروا في نضالكم واحنا معاكم ان شاء الله اكيد ان شاء الله جزاك الله خير اخي براهي ما احنا شوف ما امتاح ما عندنا مشكلة عصابنا في الثلاجة عصابنا بارد الحمد الله كل ما يمكن ان ندافع به بشرعية عن قضيتنا الصحراوية نعدلوه ولكن لا نسب ولا نشتم ولا نقول كلام ساقط ولا ننتقس من قيمة الناس ولا نفعل اعمال العصابات لاننا مستغلين عنها تفضل اخي الكريم الله يزيد تفضلك اخي محمد مرحب السلام انا اخوك عمار انا اخوت عمار من الجزائر مرحب السلام مرحب السلام حبيت نوصل ميصاج بسيط للمغرب احنا لما ندعم القضية الصحراوية مش نكرهو شعب مغري احنا لما ندعم القضية الصحراوية يعني فرضا لو استقلت الصحراء الغربية قبل المغرب واستعمرت الصحراء الغربية المغرب حيكون نفس الموقف يعني هذا واضح انت كمغرب لما تقول عاش الملك وعاشه وسيت ما اتضرني انا ما اتضرنيش ما اتضرنيش اني انقطع صوتك لا اتضرني احنا نقول يا الله وتقول عاش الملك الصحراوي يقول يا الله وانت اقول يا ملك هذا الفرق بين نبيك دعيف الحجة دعيف الحجة يعني يتمسك بالبشر وينسى انه مصير البشر كاملين بما فيه الملك اللي يملك القصور ويملك كل شيء هو بيض الله سبحانه وتعالى يعني اتصور انه الانسان ينتقص من قيمة الرعي والانبياء والرسل صلى الله عليه الصلاة والسلام كانوا رعاة الرعي ليس سبتا الرعي العكس السبه هي ان الانسان يؤذي الناس بلسانه ان يطلع هون ويسب لان احنا عندنا هذا اللي ينبثوه عبر هذه الوسائط كاملة وفهم ناس كبار الذين لا يحتملون هذا الاسلوب الانسان قاوي فكيف تؤذيهم بلسانك وتعتقد على انك تنتصر لا يمكن ان تنتصر ايبدا لا يمكن ان ينتصر كيف لملك يكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من نار انسان يأتي بحديث مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم كثر حسادنا سادنا كما قال يا شدي رسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم حذر منها لأن عينه على المال سبحان الله والله سبحان الله 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 عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يتبوأ له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار يعني أنا إنسان نحب الناس تكبني وهم وكفين حذر منها الرسول هو فيما بالك بره وكوع يا أخي والله نحن نحب ليك ملخية يا مغرب أنت لما تستعمر أرض مو لك يعني لو كانت أرضك أنا أعطيتك مثال بسيط تكلم عن الجزائر تقول الجزائر تدعم الصحراء الغربية والصحراء الغربية لو احتلت المغرب هل ترضى أن الجزائر يسكت؟ ما ترضى هي قضية مطروحة عند دمهم المتحدة وليست مرتبطة بفلان ولا بفلان ولا يناقشة لا المغرب يربط الأمور المغرب يربط هذو مبعوثين يا أخي هذو عندهم مهمة هذو ناس تابعين طبعا لأجهزة مختصة في هذا العمر من أجل دائما خلق التفرقة بين الصحراوي والمغربي وكذا وشعل الفتنة وهذا دورهم يا الله لأخ عمار والله شكرا جزيلا لك رب يحفظك إن شاء الله والله إن شاء الله وأنت كذلك جزاك الله خيرا والله مرحبه وسهله والله أرمان يتفضل أرمان يتفضل وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته إن شاء الله وحسنا الحمد الله مرحبه أسميه محمد وعيش في بلجيكا مرحبه أرى أخي الجزائري أخي محمد شوف انا اكره ما اكره وهو واحد يطلع عندي يعرف موضوع الحلقة اللي هو الصحراء الغربية ويتم معاقب على الناس هذا الناس وهذا الناس اه ده بس صحراء الغربي شوف اخويا 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 انا عندي سؤال بسيط جدا هو بماذا هي الصحراء مغربية قبل 75 تفضل اخويا اخويا طلبت القيست قلت لي طلعني ارا عندي الجواب تفضل اخويا اعطيني الجواب اخويا نعطيك الجواب اخويا محمد انت عندك الجواب انت اول حاجة قبل ما تقول ليش انت شوف ما تقول ليش انت باسكو انا انت انت وانا انا 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 مطلعك انت باش تعطيني التاريخ لهاي الصحراء اللي تسميها انت مغربية حيث انت مغربي شكرا اخويا شكرا بسكو معاك لك انت انت مغريبي وعاش وحمد السادس اللي ينصره ما هي عاشرة هو عايش ولا محمد السادس ما هو عايش انت تعرف اخوي لانا انا انا اعرف علاه اللي نصدعك انت نضلعك علاش نصدعك انت نطلعك انت ونطلع هذا ونطلع الثاني لاش اخوي انا اللي عارف علانها الصحراء الغربي ولكن لا او محمد السادس عايش على انتظرك انت باش تعيش له راه وعايش في صنغافورة راه وصبح مع القرعة والكاس ومع بوض عيطر وانت منين صبح اخبط على اكتافك باش تعيش و باش ترسل لولادك في المغرب يعيش وعايش وعايش من عاش ولا مات عاش؟ ارا هو عايش هو واش انتوما الشعب عاش 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 مفخ مخه وانتوما غير عاش وانتا ناس تسلي سيقول الله هو اكeft او ما يعيشوا وانت proactive عاش بغيت تستردرج عاش بها خطرقع 이거 يعيش وانتا Cathy احد عشي حتى لو تذكره سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم عاش محمد السادس عاش محمد السادس عاش محمد سادس وانتوما محمد سادس ارا محمد السادس عايش ارا أخوي عنده 8 ملاير و 500 مليون دولار في طفلا عادت هو الجهل؟ee عايشين بخير على خير، انتو عايش؟ يا الجاهل قرانك يا جاهل دابة تسعى في الأرض طلعني 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 عندي الجواب هو عاش المالك حوله ولا قوتي حماليكم سيد محمد سيد نور مرحبا بسيد نور والله اللي بيخير الحمد لله بيوجالة فقط بيوجالة على الله يبارك فيك عبد الرحمن من جزائر مرحبا بسيد عبد الرحمن الله يبارك فيك أنا على ما أظن يوجد هناك ملف يسموه الصحراء الغربية في الأمم المتاهدة ملف كامل غير مقوص وإلا يرفض من طرف اسمعني وإلا يرفض من طرف مجلس الأمن ولهذا ولهذا لا جدال فيما يخص قضيتكم قضيتكم ظهر للعيان وكل العالم يعلم بل هناك أرض محتلة ألا وهي الصحراء الغربية وكل العالم أغلبية كل العالم يدعمكم وبإذن الله بإذن الله ستناولون استقلالكم ولو بعدها بإذن الله بإذن الله عندي الدكتاطور والسي موكيم وما كانش لكن توجد في المروك ربي يزيدك مدل على دول وعاشت الصحراء الغربية السلام عليكم ربي أحضك جعاكم السرعة والله شكرا موضوع رحمن مرحب السلام عزيز إن شاء الله لوكينغ لا أعرف لوكينغ تظل عنك البارح لا أعرف كاملة مصحاب السطح عزيز تفضل عزيز عزيز تفضل انتصح بلجيك صافي طلعناك مرة واحدة محمد تفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمد لا باس نسمعك شوي ضعيف عندك لزيكو التور ولا شي لك ممكن تبدلهم الموضوع صافي الصوت ضعيف لكن لا يوجد مشكلة تفضل أخي الكريم معرفنا بنفسك محمد محمد منظم خريب مرحب مرحب تفضل محمد سنقول لك وانتابعناك في الأول وانتابعناك هذه صفة ساعية لتجينا معك مرحب مرحب أما بالنسبة الموضوع الموضوع الذي تضع هذا يجب نقش أولا لدينا تاريخ الصحاق 75 يعني هنا تاريخ السؤال هو ما قبل 75 من ساعة جاء الكرة الأرضية إلى 75 يعني لهضنا على النص حاكي فشكنت فشكنت أمازيغية قبائل المسوفة المتوناء عدوما اللي كانوا ساكنين فيها حسب الإيديسي يعني فشكنت أمازيغية كان كيبول أن المجال من نول المطا إلى تاقة زكواخت فهي تسكنها قبائل المتوناء ومسوفة لها قبائل الزنقية لأسات من بعد ما بمو واخويا 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 احنا رأنا نقشو لا احنا نقشو بابا جيين جيين خلينا أخوين تكلم شوف أنا سامعك أخوي شوف سبحان الله أنا عندي القدرة أن يسمعك بس كون ركز معك كلامك أنت ركز معه بس كون أعطيك واحد القيمة أنت ما عندك أنا كلامي بلا قيمة أنا عندنا نتكلم جيت شاطب فيها يا أخويا لا لحا شعود يا الله أخويا سمعني الساعة التي نتكلمنا سمعني والساعة التي تتكلمنا نسمعك باش الناس تستوعب بس كنت جيد دفع على واحد الأطروحة معين أخويا الأمم المتحدة لا تتكلم لا عن القبيلة لا عن غير القبيلة تقول ماذا السحراء مغربية أم غربية واحدة منهم أعطينا أخويا ما هي تاريخ من بداية كرة الأرضية أعطينا أخويا بالكرة الأرضية بحس كل حسن الثاني أخويا الحسن الثاني أخويا الحسن الثاني في 75 في 75 الحسن الثانية أسراث ويقوم بمغربة ويقوم بعمل وحسن الثاني حسن الثاني مغربة لا أمع حسن الثاني المغربة كنت في أنها حسن الثاني مستوى شوف ركز أخويا شوف ركز شوف نشرح لك انت بس كنتم مشكلتكم انتم عارفين فقط لفيرسيون ذيك النسخة اللي اعطاكم النظام في المغرب لا اسمع واخر واسمع غار اسمع أخوي غار اسمع غار اسمع غار اسمع غار اسمع الانسان ما فيها باس يصحح افكاره راه الجاهلية جاهم بعدها الاسلام لو كانت مكين الجاهلية والخمر والقتل والنساء وكذا ما يجي الاسلام الاسلام راه النور راه الانسان ما فيها باس يعرف يتعلم اخويا هذه الصحراء اللي تسميها انت مغربية وكانت 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 فيها اسبانيا ثنين وتسعين سنة ما دافع عنها مغريبي ما مات من اجلها مغريبي ما دافع عنها النظام في المغرب ما ونظم فيها معارك مغربية وعلينا استقلال في المغرب ستة وخمسين وعلينا استقلالا كاملا واستخرار غربية فيها اسبانيا محتلتها تأسس الجيش المالكي في ستة وخمسين ومن ستة وخمسين إلى خمس وسبعين ما مشى باش يدافع عنها هيا غم هنا اي مغربية كيف قلت لي محكمة لاهاي ارى مشاترها موريتانيا ومشى الحاسن الثاني مش عدل حاسن الثاني ميلفه وعدلت موريتانيا ميلفها وقالت لهم محكمة لاهاي لا توجد روابط قانونية بين موريتانيا والصحراء الغربية وبين المغرب والصحراء الغربية ياك مشى الحاسن الثاني ودخلها بجيش ما دخلها حتى بالمسيرة هذك اللي يكذبوا على الناس ومن بعدها قسمها مع دولة اخرى انا سؤالي بسيطة اخويا الا كانت هذه ارض مغربية عليها اخويا قسمها الحاسن الثاني مع موريتانيا في خمس وسبعين واخي الله خليني نجاوبك انا ياهو تفضل قرأي نطرح لك سؤال اولا قلت ما كنت مقاومة اولا كنت فكره محمد البصيري قول لي شوف انا ما سولتك شوف انا ما سولتك شوف انا ما سولتك على المقاومة انا ما سولتك على المقاومة واخويا واش لا يجاوبني علي السؤالي لماذا اقتسمها الحاسن الثاني مع موريتانيا وعطاه هواد الذهب وفوتت فيها اربع سنوات شاوبني ما تجاوبني لا ينقذك ونطلع واحد ثاني والاتفاقيا ما بينها اقعط caregiver Tellur عطار تحت السلطة الموريطانية لمدة خمس سنوات يجاوب الموريتانيا بالانسحاب ما شارف مغربية ولا موريتانية مغربية صبرا اليوم قسمتها انها عطار السلطان مغربية والحسن الثاني كنت أقعطيها الموريتانية ما هش ما لها اتفاقية ثانية الموريتانية ما عطهاش هي معطهاش شوف انترك هات نقط مع نفسك شوف اير مع نفسك سيمو حمد خليني كم الهضاتي خليني كم الهضاتي وننطقت بس لا هو معطه شوف هو معطه ولكن اف سبيله لا خويا رعطاء شوف انه هو اتفاق شنو هو الاتفاق اخويا شنو معنى الاتفاق شوف اه شنو الاتفاق شنو الاتفاق ما معنى الاتفاق اخويا ما معنى الاتفاق اه الاتفاق فيها نواع ان اتفاقية محددة اتفاقية دائما شكرا 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 انت 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 ان تدافع على الباطل مني شو اين طين يعطي ارضه الى دولة اخرى لا كي ما اتفاق كي ما اتفاق كما يسمى الاتفاق حسن الثاني كان قابل لم يفرض عليه حد لم يضعه السيف على رأسه وقال له تعطي موريتانيا واد الذهب للموريتانيا . ماذا كله يدافع علي وأد الذهب ؟ دافع عليها الحسن الثاني دافع عليها الجيش الملكي دافع عليها صحاب الأرض الجيش الشعبي الصحراوي عن دخل حرب مع موريتانيا التاريخ فاضحكم فاضحكم في العالم كامل كل شيء فعرف بأن ما عندكم قصة تروها اللي هي منطقية أبداً لا الكذب لا ما نخليه يكمل كمالي الكذيب كمالي الخروطي كبس من فاضلكم كبس السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تفضل أخي الكريم سوف نصورك محمد أخي لماذا تتقذب أخي؟ العام جاي العام جاي العام جاي تعالى قطع اللهم ها شفت ها شفت ها وهناك نزلت طلعت ونزلت الوش ونسعد صد عراسك تطلع عندي أنا قاعد ما أرى أنا أرى إذا كنت تعرف واحد القضية أنت ولا غيرك أنا هنا أخوي حر في لايفي أنا لم يخدام عند حت ما يخلصني حت ماني خدام عند مالك ماني خدم عند رئيس ماني خدم عند وزير ماني خدم عند رأسي خوية حررنا طلع اللي نبغيت تنقضض اللي بغيت اسمعت؟ انت أخي ما عندك الحرية ماك فاهمي الحرية ما تجي تطلع عندي هون وأنا ما فرضت عليك أنتجي عندي هون كيف تجي تمارس عليا هذه الويصايا ؟ انا ما تمارس عليا الويصايا ستسير مارسها في بلادك ومارسها على زريبتكم ما عندك ما تمارس عليا ناوه ما عندك ما تنفخ عليا ناوه ما عندك ما تنفخ عليا ناوه ولد الشعب تفضل اه تقول تطبون مكا و تخسلي حويك ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم السلام عليكم أبي محمد وعلكم السلام كاري وعلكم السلام وعلكم السلام برحمة وعلكم السلام أرحمة وعليكم تيدخل عن دقيق سوف يسوفه فيك هو مساكن معلي ما عليهم مساكنين موجعينهم وواجعينهم شيء طبيعي أبي محمد فصل الذكال الناس زمان و واش قالت الناس زمان فصلك أبت على في الناس وكبير القوم تتعوي أغريد الكرش فلاص أبنصر فلوس بيعوا إنسان ليشتماداء والله العظيم أولا قبل كل شيء أنا أقول لك يا الأخ اللي تدرك والله نادي والله غالب جاءت من الإسلام من ناديك بالأخ والله يروح تربع عودة تربية أنا نعتبره أخ أنا نعتبره أخ أنا نعتبره أخ نعليش حيث سبيت محمد معلش الأم والتعويش في ازدخلها جاءت سبيتك قلت لكلمة ماشي مليحة وثقافتهم أخويا كريم ثقافتهم ثقافتهم شوف أخويا أنا رأني مغرب نعرفه أخويا ثقافتهم من عمم ولكن الغالبية ثقافتهم هي هذه من نهاريح العين وهو فطار يسمع أمه والله أبوه يقول لأمه يا لجدك يا لفعلها هي كذلك تردع له بنفس الكلام يسمع جده يقول جداته نفس الكلام إذن الطفل يربع على هذا الشي احنا ما ترقبين على هذا الشي والله إلا صحيح أنا عندي البلد عندي أربع ولد ما شاء الله ما تسمعش كلمة كلمة والله ما تسمح كلمة أه ما تسمحاش ويا والله العادي من يقول لك تربيا يقول لك المربي من عند ربي المربي هراني نقسم لك بالله يا غار شوف كان واحد المثل شوف كان مثل يقول كان دائما يقول لي واحد الأخ مغريب يقول يشوف الحمام يولد الحمام والخنزير يولد عزك الله هاش overview اهreci الحلوف تشتياجه يا Johan اهيا سيد المسكنة علي قال لك تشتيال في الأحلوف الحمار أفضل العمار أفضل من الحلوف الحمار افضل من الحلوف. هو حمار. اخي الحياة ولد ولكن وجعت الملحلوف. ان شاء الله هذه ترك على قاضية يا اخي. تحية لك محمد والا قطانس المعلق. الله يطونك. ان شاء الله وخير ترك الله. ورب يحفظك والله احفظك الوليدة. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله هذه السنة 24 ان شاء الله. اه نتمنى من الله عز وجل ان يفتح لكم الابواب الخين. ان شاء الله. ان شاء الله. اه في هذه الايام المقبلة ان شاء الله. اه تكون صحرة مستقلة. وانسلموا على هذه العجوز ان شاء الله من الجبهة. ان شاء الله. 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 الله يطنق. شكرا والله. جزاك الله وخيرا الله. مرحب وسالم. مرحب وسالم. إذن نشوفوا الإخوة اللي طالبين ما شاء الله لديدين أخوك من الجزيرة نوردين من الجزيرة شوف لكن لديدكتور تحم دكاتيرا تحم اللي في التاريخ ويادر في الواحد وقلم باللي حوص حوص ما لقيتش يعني كيف هذا يجيبلك جواب يقول لك مغربية صعراء على جلتوش قطر ما راني فيها فيها العلم الصعراوي أراك محتل يقول لك مغربية صعراء يا سيدي روح أقرأ الساعة أول حاجة أقرأ واش معنى تها الدولة أول حاجة قال المعنى تها الدولة واش هي نورمامون قال أعطيني أركان الدولة واش هي تفهم باللي كانت الدولة وحدها هذه باللي نورمامون دولة عندها لازم تكون عندها أرض شعب واش يسموه نظام تاحها نظام قبالي تاحها نظام قبالي تاح البلاسة هذه هو هي الدولة الصحراوية حقيقة ما اللي ينكرها هو اللي يعترف بها وكاين وثيقة تاع استغلال الإسباني استغلال بحر للصيد البحري كاينة وثيقة كاينة هذه ونعتوالهم كاينة هذه للناس كل عنا هي عرفوها وثيقة منضية بين بين القبائل تاح البلاسة هذه القبائل تاحكم واش يسموه القبائل تاح السحراوية وله ما عندها تعرف بها تعرف بها محمد السادس نفسه تعرف بها الحسن الثاني في الأمم المتحدة من يقول الصحراء الغربية ما يسموه وفي 73 لما اشتد الخناق على الحسن على الإسبان على البوليزاريو لما اشتدت ضربات تاح مع الإسبان لما اتحدوا البوليزاريو واش تدد ضربات على الإسبان او لا بعثهم الإسبان بعثت مكتوب للحسن الثاني قلت له واش عندك علاقة بهم واش عندك علاقة قلهم ما عنديش علاقة بها ما قطعت مين أبدا قالهم أنا ما عندي نفوذ من وادون جنوب ما عنديش نوع جسموه هذي وثيق قطبين وما أول حاجة أول حاجة مهم حتى مهما شوف أول حاجة قسمها مع موريطانيا موريطانيا لي كان ما يش مسعرف بها بعد قلم بلي موريطانيا تعي ومشاعد قسمها معهم وثالث حاجة لحد الآن لحد الآن رأي مقصوم عليها درتوا جدار هذك عليها بكين الجدار كيفية بلادك تدير فيها جدار بلادك تقسمها تدير الجدار يبغل عازلة هما يبغل عازلة العازلة شكرا خير أربي أحمدك أربي أحمدك أربي أحمدك رشيد 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 فضل رشيد فضل رشيد فضل عفوا خالد رحمي خالد رحمي أقرزام أبو درار أقرزام تفضل راديو ديال ليلي ما تبقاش تطلعو معاه ألاشك تطلعو عندها دخينها دخينها مع مرغم يقول لكم هو أنت بعد طالعك أنت وحدك أنت طالع ليش طالع أنت تنصح الناس بما تأتيه أنت كتبها بعد التحت كتبها التحت عيوة تطلع أنت ألاشك تطلعو عندها والعدة إن شاء الله تبدأيها من الليلة والنافقة الزوجية عندي معاك الأولاد والله ما عندي معاك الأولاد إذا عاد عندي معاك الأولاد قولي هالي باش نوصل لك النافقة شعب الهبال إن شاء الله عبد إن شاء الله فقط عبدول تفضل نعم غداء إن شاء الله تعال غداء إن شاء الله تعال غداء غداء في نفس التوقيت تعال جي معاك السؤال جي معاك عصرق عما فيها بس وعليكم السلام ورحمة الله اللي تعال وبركاته مني تضحك ضحك لي محمد ريضة والله العاضي قولي أشوف السحر عندي سؤال حكا السلام عليكم محمد وعي سلام مرحبا سأله مرحبا سأله بخير معاك عفض الله صحراي خير طلاقي مرحبا سأله أنا لدي نقطة نظام بغي نسأولك بغي نسأولك أنت اللي تعرفت خلطها خالق آية قرآنية لتقول إن الملوك إذا دخلوا عقب بسم الله رحمة الرحمن إن الملوك إذا دخلوا غريتا أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون السؤال كان ذي لا تنقرأ في المساجر المغربية والله بكل صراحة بكل صراحة يرصفوها عندي عنهم يرصفوها مني كان قد سمعته فهم ما قد سمعته ما قد سمعته غير عنهم يرصفوها أولا أراهي لك بعد واقعة هذا الشيء عمسيكين مذلول مذلول فعلين زلوا زرعوا فيها الذل زرعوا فيها الذل وزرعوا صحيح زرعوا فيها الحقرة فانتقابل بها هو فانت يدافع عنها ويموت عليها يموت باش في باش في هذه الآية بعد نطلبونا هنهوك لكامل زكر رحضة يسوي تمنى لك توفيق إن شاء الله ربي يصح آمين إن شاء الله خير آمين إن شاء الله واني بيك أجمال إن شاء الله واني بيك الله مرحبا بسعب براهيم صلو الديمقراطية زوينة عليك الديمقراطية تفضل أخذ صلو براهيم صلو الديمقراطية الديمقراطية ما أنت تطلبها إذا كعبدول طبقها على راسك باعت هي اللي أولى طبقها على راسك هي اللي أولى طبقها على فكرك بعد هي اللي أولى تدخل هنا لدينا الكوري ما لدينا الكوري هنا الكوري راكين في الزريب أنا خلي توراك سمعت هنا مكان محترم هذا لايف محترم عود عود كيف الجزائريين عود كيف الصحراويين السلام عليكم وعيكم السلام أنا فلان بن فلان وتحتار من النقاش ليس لدينا صباط طلعني طلعني من طلعوك نطلعوك ما نجدوك بلا قيمة وتنزل سمعت والديمقراطية لابت تطلبها طلبها من محمد السادس يعطي الديمقراطية ويعطيها للشعب أمنا أخي للماني مليك المغرب سمعت العياش جاي هون ترصف علينا هون شاك عنك ديت أفرض علينا أجهوم عبدالسلام مرحب السلام سلام prendre wszyscy السلام والله والله بخير بخير ماهي صدرك بخير آمين إنشاء آبين اللي باش نقدم believer أخي عبدالسلام من موريتانيا وراني معهزينك هؤلاء الشهداء والله معنى أقل أقل كراما منكم هذو هذو نعتبروهم شهداء بهم اللي تعرضوا تعرضوا للنظام مستبيد ظالم ظالم شعوب منطقة كاملة وما يفتعني الزمن هو ظالم جارس وله سألنا الله إن شاء الله يوفقنا ووفقكم إن شاء الله ويصفرنا ويصفركم الشهداءنا وشهداءكم بالنسبة لها جميع اللي تطرع معاك ما فيها المولي والعمي ما فيها ما فيهم نغبرنا لهم لهم سلام الله وعسنا لهم طوالطرق وجبنا لهم البراهين والآخرين مضرحنا لهم والحجة ما يخالق ما همت هي حجة وهم اللي عجيب اللي عجيب الأمر والعمي عاموا في المسيئة وحدين وهم إذن يعرفون يعرفوا عنه حق يقير انبهلين روسهم قابلين روسهم قابلين روسهم على الباطل على الشيء يقير الله سبحانه وتعالى لا يتدعاكم واحد واحد وهذه الشهادة التي تدعو بها هون سياه لا يقولكم هاتوا برهانكم طول البينة طول البينة على الأكلام اللي قدتوا ومسؤولين عنه لا يتسؤول عنه أمام الله سبحانه وتعالى والموت اللي دائم شايرة اللي دائم مال لقد قلت لك والله ما يجاك يزرعي وقبار روحك ومساعدة السرعة سبحانه وتعالى ظالم ما يشكي عن أحد والله أنت تعين على ظالم والدافع عن ظالم ما يشكي عن أحد والله تحشر معه تحشر معه والله لا أخوة بسلام والله يجزيك الله خير لا فهم قدامي خبر قويل جاءنا تقريبا يقولوا عنه هذا الشعب الموريتاني ينادي المظاهرة قدام السفارة المغرف في نواكشو على خلفية هذا الشي اللي وقع في موريتان شفت واحد مدوينين كاتبها يقر مع العرب كان يقر كان إن شاء الله نأكد لك إن شاء الله ونعطي لصلك هذا إن شاء الله وحتى الزوائرات فهم أخبار يقولوا عن مظاهرة الزوائرات أكيد أكيد بي خلق واحد من ناس ونقصد ونقصد واحد من هذه زوالات وأصلا منه النظور فهمتوا وقاموا وقاموا واسمها هذا هو النامس مظاهرة عن تفهمته عن دار الوالي الله قال لي بطوله هذا هو ناكشو قال هذه بطوله قاعد عن مجال دار الوالي دور اعتراب دور البيان مستنكر له الله 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 مرحبا السلام والله أنت كذلك والله السلام والله وإني الناس يتفضل أنت عندي سؤال فقط لك يا يا تعال اغدا ان شاء الله تعال اغدا ان شاء الله في نفس التوقيت في نفس التوقيت جيب معاك عصرة تطلبت اللوحة السؤال جيب معاك جيب معاك ساعة ثانية باش يعدوا عصرة عصرة أسئلة وش يتعدلهم تفهمهم هم اللي ينتعي تفهمهم تفهمهم وأمين وش نهاية ونزط منطقة الحردة الله إن شاء الله لا ياته لا ياته بخير الفاند ينصر ينصر معاك وتفهم إن شاء الله صلى الله لا جزاكم نقو إن شاء الله سبب يا رب ان شاء الله مرحبا السلام مرحبا السلام لا لا انسيتك فقط القيست في عدد كبيرة عبود والد مرحبا السلام مرحبا السلام والله اننا تشربنا حقيقة وانا زيان عندي كبير تعليق كنت جدت الدخل ليه جزائي انا عبود من الموريتانيا ومن الصحراء يا صحراء مرحبا السلام هذا الدول قايم به انتهون حقيقة هو من اكبر الادوار الجهادية لان اصباح اليوماتية هذه الموسائل التواصل الاجتماعي هي المنابر اللي حرة واللي تقدر ترد على حد حد من اللي لا يقول شي ماهو حق والله شو ينقطع عنه قاع به لهذا ما لا يتابعك هون حد له لا يتكلم ذا الموضوع وحد مهم عنده حد ماهو مهم عنده هذا ماهو بلو وانت ماناك جاي تخصر عملك ويتخصر وقتك تكون تظهر حقائق للناس فهذا هذا الظلم اللي استمر علينا كامل وموريتاني 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 جزا من الصحراء لان انت حرفة المغرب من موريتاني 1967 وكانت حارمتها في الجامعة العربية والاتحاد الإبراكي فهمتني بسلطتها من أجل عنها أراضي أراضيها والمرابطون والدولة والمستاجفين وردنا تكلمت على مرة ماضية في بعض من حلقاتك اللي أنا من الناس اللي متابعك دائما ومتابع لناس ولا نقبل حولي بياللي أهم عندي نصنة اللي تقول من قاعدة الدخل يقير فيه كبير من الناس اللي ملي الناس اللي تتكلم يارطة تقول اللي شي حك انت قدمت أوراق وقدمت النقاش ومين براك فاتحوا والديمقراطية نحن نتكلم عنه فاتحوا درجاش يقدم حقها حد عنده أدلة وعنده حقها صحراويين والمغاربة والموريتانية والجزائريين والمغاربة بالخصوص مغاربة لأسف ما فيهم تسعين في المئة حقيقة يحشموا بالمغرب حقيقة يحشموا ما يجد يتكلم خايف 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 مغلوب على أمره ما يجد يتكلم ما يجد يقول ما هو هذا من يقول كلمة هذا كيف الناس اللي في الإمارات إمارات حالا ما تجد تفتح فيها فيسبوك يعود عندك فيسبوكين يقفلوك ويتامعوك ما تجد تجمعوك هذه الدول البوليسية المنظمة الدول اليهودية الدول اللي تعبانة نحن شعوب أحرار جزائر دولة حرة موريتاني دولة حرة أحرار نبقوا نقولوا نقولوا نعدلوا نعدلوا لا يجد تحد يحكمنا ما دلنا عندنا الحق وانت من برك عنده الحق وراني قيل لك عنه هذا أشبه من بنات قدارك حارم بذل الكلمة التي توصلتها وقد يوصلها البندقية وقد يوصلها الحق الناس اليوم وهذه الحقيقة اللي التجيب نحن انا بعد استفدت منها صراحة لاني شبت عندها كثير منها قدمت لي معلومات ما كانت عندي حقيقة وكانت مغلوطة عندي بيها معلومات غير حقيقية لكن حقيقة المعلومات الدقيقة اللي استفدنا منها اللي نختيرها نقول لك في هذا المنوال اللي عني طالب منك عن هذا الجياد الواحل فيه عنا نحن معاك وهادي المعلومات التي تزودنا بها نحن استبدأنا منها ياسر اسمع الله والله واللي كنت أخطينا أطلع العقل لابدا أكد لك على أن نشوف الموريتاني والصحاوي ما يقد يفصلهم شيء وبينهم شيء من المشترك ما يتصور والتاريخ والثقافة واللسان والأدب والاحترام يبين فعلا على أن مد ما عملنا علاقة بذل اللي يسوي اللي جاي يكحس ودوري وكأننا نحن كامل ورهو ملي ما نهار لا قدر الله على أنه ينهزم الجيش الشعبي السحراوي الجيش الاحتلال راهو يصبح عندكم فب والله إذن يصبح عندكم فب يا أخي نحن خديعة خديعة اللي تكلمت أنت عنها قروج موريتاني بخف حني كانت ما فيها فايدة جيش المغرب يجب أكبر أراضي الحاجة جاهزة ومتضبة وكذا وهذه فشل حقيقة اتخلنا في ولي وساء دخلت فينا أيادة مغربية داخل المخابرات وهي اللي خسرت هذا كامل ودعمت هذا وسرعته من ناحية فرنسا ومن ناحية المؤتمر ولعبت على ونتهيدالة ومثلا هذا هو الخليق وشي من الصنادرة اللي ما عندهم علاقة بالسياسة وما عندهم علاقة بالشيس وشي بالله نعب التعليم وقبلتهم وقبلتها كانت متمرسة وعندها جيس جاهز ونظام وموريتاني واخذها من حرب وما عندها منظمة وعندها انقلابات ومتفكة داخليا استقلت هذا الوضع الداخلي الموجود في موريتاني وضعف الحكومة وضعف الشعب وقالت تقابة الشعب ودولة حديثة أصلها بدوي كامل واستقلت هذا ما قدرت تستقلهم الجزائر يعني الجزائر دولة ملظمة ودولة موجودة استقلتهم من هذا الجانب واحتلتهم واصلا خطأ الدول المرتاني ما كانت تقبل قاعة اصلا تتقاسم مع المغرب لانه يتقاسميش انا يتقاسم معك ارضي هذا وهلي اخوتي يتقاسم معك ليش انا يعطي نعود الحارب معهم القسام اصلا خاسر من عند الراس والجزائر بات قاسم لانه عقب تعطيك عند الحق فهمت اليوم اخطروا نحنا مليشاف وضعف نحنا السياسي الداخل والصراع اللي على السلطة وما فيه ما فيه رئاسة وما فيه شيء استقلوا هذا الوضع ودعموا دخلوا مخابراته وسحبوا نحنا وقبلوا منا ذنمين قبلوا من الموريتاني هذه الوصائل السحرة ما استفعت منه موريتاني ما استفعت منه والى اليوم هذا مختار قين المجتمع الموريتاني وما قالوا لي والله على انه خالق من ارواقج اللي يوقف قدام سفارة المغرب في بداية الشهر يقبض عندهم شوي هاي العملاء كاملين اللي والاقوية عندنا نحنا عندنا شو من العملاء ما يوفاوا ذماتياه ومخلق الابينة ومنظمة وداعم الصحافة وداعم الناس الداخلية ومكفة للفام والفنانين هي الفنانة هاي انهاراته ورده متهمت فاته ها؟ ولا يمعدل ومنام الدندنية باتتعدلها وقريمية باتتعدلها هما داخلين والصحافة وداخلين في الرئاسة الموريتانية ما اخترقت هاي انهار ما كان فيها واحد جاسوس المغرب؟ والله ايوه نحن نحن مخترقين ونحن نكتر فينا يوميا وساكتين هم فما ردت فعل سمعت شيء عن هاي الوقفة التي تعدل قدام السفارة المغربية سمعت جاني خبر قبل وفي الزويلات قالوا لي مولي فم مظاهرة والله شوف الواقفات الواقفات علامة الضعف نحن دولة مستقلة كافذا لا يخرج في القويرة كافذا الملعب اللي دارون هو ناتيا اللي داروا لي كاميرات هو مقر معدل مخابرات مجيور ملعب كورا وهو مقر معدل مخابرات الارضه الدين يقول الارضه لمن سكنها ما هو عنك انت قطعت عندك تاقب ولا قطعت انت فيها أصلا الارضه لمن أحياها وهي أحياه أذوك المغاربة نقلعت منهم منك حاكمة اليهود اليهود كلهم عاد يحجلوا عنهم مغريبي كلهم رفت طائرة وعاد راجعوا المغرب عادوا يسهلونهم الطرقوات على حساب نحن ذلك ما هو خالب وقال لك عنه القضية الصحراوية والقضية الموريتانية هاي قضية قريبة من الحل وستكون قريبة إن شاء الله وهي أقرب وقت القضية لأن ما بعد الظلم إلا الانفجار والانفجار والموازين قوة العالم بدأت تتغير الموازين لو لم تتخلقها اليوم العالم أصبح قطبين وبعدين سيتحول إلى القطب الشرقي بعد القطب الغربي ومما داعمتهم إلى القطب الغربي معناها عنها لا يعرفوا الله واسو وهذا حقيقة جزاك الله خير جزاك الله خير مرحبا بك وسهلا الله في وقت والله مرحبا وسهلا سلام على الجماعة معاك والله اشتركوا في القناة 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 هجيرة تفضلي وعيكم السلام ومرحب السلام مرحب السلام مرحب السلام لباس وانت كذلك إن شاء الله الناس معك ضعيفة لديك مشكلة في الصوت لا لا لأني لزوكوتور لا 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 الناس معك ضعيفة لديك مشكلة الوخت هجيرة منها هجيرة منها هذا المشكل هذا مشغل أنتك تعاني منه أنا البارح أطلحت عند الأخ بيضاني أهدرت شوية كما قال لك وسبوني مغاربة كل يوم يدخل عندي مغاربة يقول لي أنتي البارح سبيتي قلت له يا أخي وسبني سبي لي في حياتي كما قال لك قلت له بالك أنا أكون يمك بالك نكون أختك رك تسفي إياك شغلك تسفي راجل تطياح كبيرة تطياح كبيرة قلت له الإنسان كي يكون متربي أولاً يفهم 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 علش أنا أحضرت هكذاك ثانياً أنا ما قصدتك ش أنتاو أنا ما جيتش لك أنتا بيش نسبك أنتا رك جاي عندي رك تسفي وبلا ما تفهم هذا هو المشكلة المغاربة أنهم قبل ما يفهموا يظدموا يظدموا لا هو شوفي قادي شوفي هو يفهم أو لا ما يفهم شوفي كاين حد هو الإنسان ما خصو يؤذي الناس بلسانه إذا كان ما هم متربي يقبط لسانه في الفمه أنت لا يتسبب مثلاً في أي موقف حتى في الحياة العادية إذا قد تتحكم فلاصك و لا تسبب الناس أرى أنك عندك فوز عظيم أما إلا عدت الله إنسان يتكلم هكذا بدون فرانات و يبقى يقول كلام الساقط أرى ما أرى لا قيمة لك شوفت الفرق الآن بين كلامك أنت وبين كلامه ناس تسمع كلامك أنت وتستفد منه أما هو ما يستفده من الناس لا شيء لا يلعنون أكيد أكيد إنسان ربي نحن فرقنا على الحيوان بالعقل الإنسان اللي متربي و اللي يحشم و اللي يقادر و اللي عنده والديه أنا داي منو نقولها ما منتاكا إنسان كا راجل تجيز معاك الدنيت ليا بهدرا مشي مليحة على الأقل تربيتي ما تسمح ليش بشا رد عليك على الأقل وإحنا داي منو نقولوها كما قالها الأخ مقبيلة هدرا معاك قال لك مام لو كان المغرب هي المظلومة وأنتم اللي ظلمين إحنا تنيران معاك المغاربة مع الحق هذه الكلمة تعالحق هما ما فهموهاش ما جربوش الحرب ما عندهمش كما قال لك شو هذا كما عندنا إحنا إحنا جازت علينا وجازت على رسالنا ووالدينا علي بها نحسوا عندنا ديك الكرامة ونقادروا الناس بغا صغير بغا كبير بغا شيخ كما قال لك الحمد لله ربي أعطانا العقل الحمد لله هذه نعمة من عند الله والله نحمدوه نحمدوه نشكره نفرق بين الظلم والظالم ومام إنسان معهم انتًا تعتدي عليها يا أخي تعتديت عليها في داري والله والله تقتصمنا نجدها للمحكمة ما سببش حسنا كائنا الاحكامة الإلهية كائنا الاحكامة الإلهية ربي يقعد على كرسي الحق والله يجعل ربي إن شاء الله حاجة اللي انت منها من الدنيا هذي ربي ينصركم إن شاء الله وحاجة الوحيدة اللي ما قدش نعرفها في الصحر الغربية وتعلمتها من عندك أستاذ وتعلمتها من عند أستاذ ميارة وأستاذ حمدي ومن عند بيضاني الله يستركم والله يحفظكم كما علمتونا وعيتونا وريتونا كما قال لك طريق الحق الله ينصركم هذا وش نقول للأخير ربي يحفظك والله يحفظك في هذه المسيرة تاعك ورانا معكم اليوم وغطوة العام الطويل إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا والله مرحبا وسألو الله مرحبا وسألو الله العسل الحرط فضل مرحبا وسألو الله لباس حمد الله ما شاء الله خير عليكم والله اللي بخير حمد الله ما شاء الله الحمد لله يا ربي مرحبا وسهلا ربي ينصركم إن شاء الله أنا ياسيب من الجزائر مرحبا وسهلا أخي ياسيب ربي ينصركم إن شاء الله وينصر الحق أمين إن شاء الله أمين إن شاء الله تفضل أخي الكريم قلت لك الصباحة طلعت على live تعمرارك واحد حاط درابو تعمل في الفوتو بروفيل درابو تعمل في الفوتو فالbral بروفيل ويدعي أنه جزائري فطلع جزائري وهو عجيز en باين والحديرة تعيز كان معاه هذك في بلجية هذك هذك أيو حاطي حاطي سبت للشعب الجزائري لديك شغول أنا جزائري ويقول lui شعب الجزائري إحنا ملسوا وش وإحنا بناتنا في الإمارات وإحنا كده وإحنا كده واللي يطلع معاه جزائري ما يخليش يهضر يقول له إحنا يرخصًا وإحنا منسواوش، وهو يدعى بالнуть من الزعم الجزائرين30. يسفينا، وصيره بالمغرب هذه المشكلة يولراها، بصارية vistoه في المغرب يقول لله أو أنتم وحنا ابنتنا وإحنا منسواوش أو إحنا مذلولين سبحان الله قال الله، أعادت الأنظر، كيف يخموا؟ لا يكذبوا هما يكذبوا هما يكذبوا على رأسهم كأن عندهم واحد تقافل مخزن ربا فيهم واحد القضية هو خاص يقول الخطاب الذي يرضيه هو باش يكذب على نفسه باش ترتاح نفسه هو ما يهمه في الآخر والمهم الأساسي خاصه يتمنى أخي محمد كل دولة فيها مشاكل يعني أني حيرتني المشاكل اللي في المغرب يعلم بيها أربي سبحانه أنا حرت في هذو اللي يطلعوا في اللايف علاهم ما يحطوش المشاكل اللي يحموا ويحكوا عليها مثلا نحكي لك علماء كين مناطق في المغرب راح تعاني الجافاف كين اللي راح عنده ستة شهر ما تخلش المال دارو نعرف يا غارد مشاكل المغرب مشاكل المغرب مسؤول عنها شكون مسؤول عنها الناس اللي حاكم المغرب الناس اللي حاكم المغرب الاهتمام اللي خاصوا من يولوه لهذا الشيء مهتمين بأشياء أخرى أنهب وحط في طانما أنهب حسويسرا أنهب فرنسا السحر ليش هما ما يدفعوش على الشعب التحمى ما عندهم شعب ما عندهم شعب واش الشعب اللي جاي المشكلة كيف مشكلة الصحراء الغربية ويدافع عنها هي ما عنده بها علاقهم خلي مشاكله الحقيقية هذا شعب هذا اللي يتعمد عليه كل اللي انت الشعب المغربي شينهار عدل شي معاركة في التاريخ قولي شي معاركة عدلها عمري لا سمعت عمري لا سمعت عمري لا سمعت شي واحد يستشهد شي واحد يستشهد هنا نعرف كريم أنا واحد بالناس نعرف كريم الخطابي هذا اللي نسمع هذا جمهورية الريف هذا جمهورية الريف إنسان حره هم اللي قتلوه والله ربي يهديهم شكرا خيش ياسين ربي يحتك إن شاء الله نشوفه الجمهورية الصحراوية مستقلة إن شاء الله يا رب في أقرب وقت إن شاء الله كل شيء غريب عند الله إن شاء الله إن شاء الله شكرا شكرا ربي يصرك عبد الرحيم أبو آدم عبد الرحيم أبو آدم تفضل السلام عليكم سي محمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كذيرا يا أخي الأمور مزيان والله ألا بخير وعلى خير الحمد لله أنا مغربي أمازيغي كنسكند بغسطانيا مرحبا لكن نفكر بعض المرات كان نقول لماذا هذه الناس يعني هذين يريدون يريدون أن يستقلوا يريدون سحراء غربية كما يقولون لماذا هذين يريدون الناس لا يدخلوش الأراضي يعني وعليه أنت ما تدخل المغرب فين عايش أنت ذاك أسمع دابا أنا مكان أهدر لك على النازل لا أغر أنت لا أغر أنت كم الجالية كم الجالية كم الجالية مليونين ثلاثة يقدر تكون جوجة الملايين هنا في اسبطانيا وكم كائنين في فرنسا يقدر يكون شيء أربعة ولا ثلاثة ولا الله أعلى المهم كائن الجالية وها سبعة وها إيطاليا كم فيها المهم كائن الجالية المغربية في جميع دول كثيرا أنتم إ شاملين هربتم من المغرب لم هربت أخويا ما في ماليزي إلى ماليزيا لا عرف المغرب أخويا مهم المغرب مهم المناطق أسمع اللحظة لحظة لحظة نتكلمت على هذا الشيء فتحوا البيبان مع اسبانيا قالوا لا ينفتحوا البيبان مع اسبانيا اللي بقى بعد 24 ساعات ما يلم إلا نفسه واش يبقى حد في المغرب شوف دبك أنا ما تقول لي لا تشوف واش يبقوا الناس واش يحرقوا الناس كابلين واش يحرقوا الناس كابلين والله يبقوا الناس يقول لهم مدح لا بغينا نبقوا في المغرب لأن المغرب زوين علاش هاي حرقوا هو المغرب دبا ولا خير وعلى خير وعطني الفرصة باش نهدرك شكرا أخوي أنا الكذابين أنا الكذابين ما نناقش معهم أنا نسأل لي كذاب اللي يشوف الواقع فمو يجي يكذب علي أنا عندك ما تكذب علي أنا في المغرب المغرب أنا يعرف هو أنا المغرب يفتحوا لكم اللي باب 24 ساعة أنا يبقى منكم طائرة الحمير اللي بقر اللي بقر كل شي قطط كل شي هرب كل شي هرب من عند محمد الساديسة يسكن محمد الساديسة اللي عايش ووحده في المغرب والعصابة اللي معاه انتا براسك ماناك عايش انتا لو كانت ما يسبانيا وانا كالك الويل في المغرب جي تفهم علي أنا هون وأتوا با لماذا تعود لماذا لم تعودوا ولماذا لم تعودوا ولماذا لم تعودوا ولماذا لم ترجعوا ورجع انتا ورجع انتا انتا بدا براسك هي اللي أولا ودي معاك المغربة كاملة ان ارجعوا عند المغرب مرة الصحراء الغربية قضية تصفية استعمار قضية تصفية استعمار قضية تصفية استعمار تصفية استعمار ليست قضية بلاد محسومة أصلا في سيادتها من زالت سيادتها غير محسومة دي تفهم علينا هون أنا ما نشوف أنا الإنسان نحتار الإنسان اللي هو صادق بذلك يقول لي أنا فعل هذا الشي اللي قلت لي صحيح حقيقة وما كان حد هون ما يعرف بأن هذه الحقيقة الله ما يفتحوا المغرب 24 ساعة ما بقى فيها محمد السليس واحد القصور وقفوا مواقفين ومزرحتوا وراوا في باناموس ويسرا والمالك مخليكم المالك المالك ما أعيش معاكم أصلا المالك نفسه راهوا في صنغافورا راهوا في القابون راهوا في فرنسا جي تفهم معين أنت هون كذا أرجع أرجع أنت أرجع أرجع قال لك هو هرب وقال لك أرجع بشكل طبيق أرجع مرحب السهل أرجع 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 حسنا أرجع سامن أرجع ان شاء الله الله ع ربي يدين استقلال تعها ونحن أنا معها ان شاء الله قاد ربي ومحمد خيام هو لم تتمر شرحك مع هذه الجهلة لا 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 فهمهم لا فهمهم أنا لم يمراه لا يفهمون محمد هذا يبغي العصاء يقول عاش الملك وما جيعان هنا وصنين هذا ما كان يقول عاش الملك هو جيعان سوف يراهم في تريتاهم مع انهم يقول عاش الملك وملك يحوز ها والله هم عينهم هم عينهم هم عينهم هم عينهم الحمدلله نحن عايشين غاية الحمدلله يا ربي هو الكرامة هو الكرامة يا أخي العزيز أنا نسكن قدامه ما كان الكرامة ما كان الكرامة عندهم ما كان الكرامة هم حاسبين بالله هم الدولة العظمى في الأفريق هم كل شيء هم الحضارة هم عينهم هذا هو أخي محمد رب يحفظك إن شاء الله الله يوفقك إن شاء الله مرحبا صح والله مرحبا سالم موسى مرحبا مرحبا سالم تفضل مرحبا مرحبا بخير الحمدلله من موريتان مرحبا مرحبا جزاكم الله خير جزاك الله وخيرا أنا معزينكم في الشهداء الله شكرا شكرا قلت لك أنا أخبار الصحراء وموريتان أتسهل معها مغربية هنا قطع قال لي قطع قال لي تنس في أخبار الصحراء صاد لي قال لي موريتان كانت مغربية قال لي ولملك الحسن الثاني هو الذي أعطاها للموريتانيين قلت لكم لكننا كنا نتابعينكم أرضنا كبيرا من أرضكم ما أقول قلت لك أنا أخبار الصحراء قال لي أخبار الصحراء قال لي أخبار واحد قال لي قطعت مرات سموك في الان كذا المراكشي هرب شورتين دوف وخلق وخلق قالوا الملك جيتوب لأنه هو الراجل الذي يزوجه وقال الصحراء كامل مذوريت قلت لك ماي صح لح لح مساكن مساكن والله يحق فكرتم عن موريتانيا مغربية وصحراء مغربية كل شيء مغربي ونهر السنة قالوا مغربية حتى أرض الجزائر قالوا أن نسبة 50% من هنا أرضهم هو مكان حاك حاك والله حاك حاك والله يا غير ما عندهم تفكر ما عندهم عضلة يبشوا يحروا أراضيهم أنا ما ينقل حد على أني أرضي رأي في البلاد الفلانيين كون كايسان حررها فكرتك فكرتك شجاعة وشجاعة ميزن لا اللعا لا اللعا لا اللعا الصحراء يقول لك ما في صحراء فيلا البوليزارو. بالله والله والله. والله والله. والله والله. وانا بنا يدعمكم. اتكلم عنكم كل شيء حتى في صباحات الرياضية. يتكلم حتى عن الصحراء. نجي مبتغضون يقول حتى يا من شفت ناسرين افريقيا ناسر خارطة افريقيا. في المغرب وفي الصحراء وحدها قاموا يتعايدوا. والله والله. وقطر قطر اليوم. رأي قطر حتى هي ناسرة المخريطة. ناسرة ناسرة الخريطة ليس قصة صباحة للفيسبوك الإعلامي سيد الشيخ سيد المختار واللي نشر الخريطة هذه دور شوفت كلامي بمعن معهم ومع المغاربة نفس البروفيل دور شوفت اللي خلق بمعن المشاهدات والعيات والله جزاك الله خيرا والله جزاك الله خيرا والله إن شاء الله ودعنا في المرحب السهلة والنبيك والله مرحب السهلة والله مرحب لنحاول شوية النوع حسنة جرام حسنة فضل حسنة فضل حسنة فضل ساعت سلام عليكم أخي محمد رادي وعلكم سلام وعلكم سلام وعلكم سلام وحفظك نور الدين مرحب لا بس الحمد لله من مليليا الإتبانية مرحب السلام مرحب السلام بداية لن أعطيك واحد النقطة أي شخص يخرج على السطح أي شخص يخرج على السطح أي شخص يخرج على السطح فسهل أن تفتح تفتح مثلا التحدي تحدي تحدي غديبان مباشرة عند لزادمين يعملوا بلوك مباشرة لا يبقى يخرج على السطح وكان عرفنا غير كلاب وليس يخرج على السطح الكلاب الحراس والله 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 والشفارة اللي يخرج على السطح صراحة ثانيا يا أخي محمد رادي لأن أنا تزودت منك بمعلومات كثيرة إضافة على المعلومات التي كانت عندي صراحة وربي يعطينا عقل خستنميز ليس تسوّلت ناس صراحة تخضر صراحة الشعver وكما صدت شكرا ويله سيد لا وقال of وكرر المسيرة وليس ونرى ماذا أدخلت وو τους موت قال بالله impeachment ووالله ونرى لم نرى و Ple we وقال لي هم هذو الذين يحضروا لكي تحربوا قال لي هربوا سمعونه جيينو هربوا قال لي وخا ماهو مادشي كامل قال لي بقى عندي مانطة وقسم لكي يمين انا انت حسب عليك كتبت قال لي بقى عندنا مانطة جامعة في الدار قال لي وعلى الناس اخذوا القريم واخذوا الامتياز اعطينك مانطة قال لي اعطينك مانطة قال لي الله يحشرك مع الحسن الثاني قال لي يالله وما امين عفتي تشوف لي وجهه وحق الله العلي العظيم جميع علامات الغضب الغضب يالله والرسول عفتي ممسوخ وجهه ممسوخ وراجل كبير بالحق وراجل كبير كان جالس حدا وحد الحانوث لان انا دخلت الطعن جو عودت خرجت وحد الحالة وحد الروينة وحد ما فهمتش وهم دابا وهم يمجدوا محمد الساديس محمد الساديس لو يشوف العياش يقلسوا على القرعة انا عمرني ماشت محمد الساديس يحب العياشة اقسم لك يامينا محمد الساديس وصل لدرجاتك يعطيهم الكارتون يصوروا يعطيهم الكارتون يصوروا مع الكارتون يحتقرهم ويعذبهم ويدلهم ويهينهم هم هو وكلابه ومع ذلك يتهدفون على اسمه عاشة 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 وبدل الاقصر عنده الف عاشة عاشة بفلوسك وواك الماكلة لمخيرة ولابس لمخير وانت يا ايوه لا اياشي ليس لك الحق حتى في انت تعالج في مستشفى ليس لك الحق الدود ولكن هده اخ محمد رادي هده حكمة من حكم الله سبحانه وتعالى يدلهم انا نشوف واحد في الزنقة مدلول ريبع له الدار خامج في الصبعطة راشنو كنقول هاده جزاؤه هاده جزاؤه والله عمرني ما شدت واحد حر مبهدل الله مستحيل والله انا اخر محمد رادي افتح لك لا كام ونورك فين عيش والله عندي دو فواتيو عيش بخير وعلا خير رغم اني كانو عندي شماريكات في المغرب وديسي زيتو مصافي حييت تذك شي ونمشي اسبانيا ونجي بخير وعلا خير هذا اللي سابق قال لك المخيب على هم يارجع وهو في اسبانيا من يسولنا على المغرب قلنا ريلي فتحت الحدود 24 ساعة قال لك لا لك هاين اللي يبقى في الوطن لعنت الله عليهم وهذا كلهم هدو كلهم هدو كلهم دل عياشة كلهم راه هم يشاركوا في القارطاس يمشيوا ويشحتوا من القارطاس وياخذوا مساعدات لأنه يمشيتان عرفناهم عرفناهم وعيالاتهم طلقين من عيالاتهم تماما والعيشين حيات طنقاء وحالة تم حالة المساعدات وينزلوا المغرب يبيعوا في ذلك تشاطارة وينزلوه وينزلوه ممنوع هذا ممنوع يا العياشة يا المنافق نعرفكم وانا نظر نشوف فيكم نظر نشوف فيهم أخ محمد راضي وهما هما لماذا يديروا هذا الشيء كامل لا شيء حبا في المالك والله العظيم لأنهم يكرهون محمد السادس ومحمد السادس أشدوا قرها لهم ويعذبهم وكل شيء لمن يدفعوا أكثر فقط لمن يدفعوا أكثر هما كلاب ومال كلاب ومال الذي يدفع أكثر مستعد انه يضح مستعد انه يدفع مستعد انه يدفع أمه واخته وبنته ويبيع العارة في التك توك سواء في المواقع أو الواقع مجرد انه يربح واحد جوجة ريالات كلاب كلاب ضالة أنا نعرفه مزيان يخدموا في الضعارة يخدموا في البيعة يبيعوا يعني بالتجار بالبشر يبيعوا الأعراض ما عندهم كغارات يعني حيوانات في تدريبه شكرا أخ محمد رادي شكرا أخونا الصحراويين كلهم في العالم كامل ربي ينصرهم إن شاء الله هذا المغرب الحر دائما هكذا إن شاء الله إن شاء الله أخت سلاف محمد برافو عليك تتسب محمد السادس لا تتسب محمد السادس سلاف مرحب سلام أخا أعيكم سلام مرحب و سلام الحمد الله ما زالك مع هذا الصراع الطاويل كيف نا مزال والله والله يا أخ محمد أنا الشي اللي يستغرب له اللي يستغرب له يعني أنتو ما قاعدكم في حرب واضح أنكم في حرب وأرض مسلوبة ولكن الشي اللي يستغرب له كيف يعني يأكلوا من خير الجزائر كل مرة يثبت يثبت لهم أنهم كلوا من خير الجزائر سنوات و سنوات ولكن نتعرض للطعن ونتعرض للغدر كالعادة عندما سمعت القضية الأخيرة نتعى الكهرباء كل الشريط الحدودي نتعى الكهرباء يزود بالكهرباء الجزائرية عندنا أربع قابلات وربع خطوط لغزوات وتلمسان وبني والنيف والزوية من جيت تلمسان يعني لك عارف الغزوات البحرية يعني صراحة أن جيت إسبانيا ومع ذلك يخرجوا وبلغ عينيه ويطرطق عينيه يقول لك لا الكذوب مكاش منها هذا قاع مكاش منه والجزائر التي تزودنا والجزائر التي تعطينا يعني شوف هذا العباد أقسم لك بالله وتجيب له الدليل من القرآن وخاص بالجزائر يقول لك لا لذلك سؤالك اللي رك تسأله يومين رح تسأله حتى كما يقولون توصل من العمر يا عافية ما رح يشابه هادي وحدة لا أسمحي لي أن أفتح معاك قوس هنا قبل أن تبقى النقطة الثانية يا بسكو من أنجلت الخير ترى هو مدرك في المغرب عندهم طبيعة أحسن مننا نحن في الصحراء الغربية ما عندنا؟ الراملة والعجاج والفيافي ما عندنا الفراحة ما عندنا شيء ولكن لجيتي ترى كم من المستوطنين في الصحراء الغربية والحركة المستوطنين ومن سيارات المستوطني السيارات المستوطنين عندنا مستوطنين وعاشون من البحر وعاشا من الفصفات وعاشا من ثروات الصحراء الغربية ورغب ذلك يأكلنا بلسانهم احنا المرتزقة الشخص سننقول لك حاجة راح نقول لك حاجة فكرتني يا الاخ محمد فكرتني بلا اخرج لك شوية فكرتني بفلسطينيين مساكين الارض ارضهم هما ولوا الارهاب وغيرهم ولا الظالم كيما كانوا يقولوا لجيم كون لم يحرق جيم كون على رئيس كوريا لم يحرق سوريا لم يضمر العراق لم يوجوع افريقيا لم ينهب ثروات الدول الضعيفة لم يرمي قنابل فوسفور على افريقيا اطفال غزة لم يرمي القنبلة النووية على اليابان لم يشعر الحرب الاهلية في رواندا ولبنان يعني لم يضمر جبال تورابورا لم يخرب ليبيا لم يقسم السودان ومع ذلك يقولوا له انت مجرم حرب صاري لكم كما هادته يعني ارضكم مسلوبة وانتم واني حررتوها وعدكم الحسن الثاني وقالكم يعني اذا حررتوا راح يخليها لكم فالتالي الغطر صفتهم يا اخي محمد لا تستطيع الغدر صفتهم وسقصين احنا وبلا نبيهم ربي استغفر الله يرعب بكل علا بلا نبيهم في الحدود وما يكون غرجة كما يقول الخريطة عندها جرارات ولا تمشي ولا نتحننهم هاد الكمامة ما هما ذلك شوكتهم شوكتهم الوحيدة هي الجزائر انتم ما راكم باينين انه عندكم عندكم حرب وحقكم ان شاء الله تاخدوه تاخدوه الصبر فقط يعني كما اخذينا احنا الجزائر ولكن هاد العباد قسمت الكيمين ان كما قلوا حفظناهم وش هو السيستم تاحهم التايهوديت فيهم الخبط تايهوديت راي مين الصدفة راي مين الصدفة راي مين الصدفة رب كما يقولوا سننفطهم المعاهد الالمانية والمعاهد البريطانية الشعب الذي لا يؤتمن والنفقه الكاذب يعني راي مين الصدفة بغيت نتايا الاخ محمد وبغينا احنايا انا لفوان تاعي صايا لحبان تاعي خلاص مشات معاهم ويجي يقول المشكل احنا وحنا تخيل انت سبعمية وخمسين الف هادو غير بالاوراق اللي راون في الجزائر يخدموا سبعمية وخمسين الف وفيهم كانوا الحمد لله لانه عدنا مخابرات قوية وعدنا جيش قوي حال مرة يحاولوا يدخلوا المخيم وحاولوا يعني يتسللوا باش يشوفوا الاوضع لكن كي ما اقل لك مع من يلعبوا مع من يلعبوا مع من يلعبوا مع من ومع تقدو دائما عما ذكية ايه على اي ذاكة انت تضف الجزائر الجزائر تنولك بالكهرباء بنسبة اكتر من 10% واسبانيا اللي تعطيها الجزائر عن طريق البحر بالغازوات ترجع تعطيك حتى متى تديرلك واجي يقول لك احنا بخير واحنا نولد الطاقة الشمسية وعدنا اكبر وراها صحرتها الطاقة الشمسية اعطيني صحرتها وراها لما تقول عندك طاقة الشمسية اكبر طاقة الشمسية في العالم اينا هي صحراقها فاشل مشروع نور في وارزازات مشروع فاشل فاشل بارك الله شفتيني مساكن هذو كالدواوير اللي حدا هذو كالدواوير مساكن راكالوهم في حقهم راهم وضعيا ويضاغر 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 واني نعيا ويسكتو بسكول فهم مساكن براوجة ولكن حبر على وارق شوف هي لما كنا في النظام السابق يعني نظام العصابي السابق كان مشروع بين المانيا والجزائر على مشروع ضخم للطاقة الشمسية ولكن اللي مو يش فهموا هذو المكر الخين هذو المضوخين اللي مو يش فهموا انه الطاقة الشمسية حتى لادر الطاقة الشمسية ما تمشيلكش كحواج كبيرة متل الشركات ومتل المصانع هذي اللي تصمارك الشيح الطيار العالي ما تقدر تمشيه لك هذو المكر الخين عندهم جوج مولدات كهربائية ومشواها بالفحم ويجين هنا وانا ري وانا كان طير وانا هارب عليك بسنوات شمعية ميسنوات ضوئية شكرا أخي محمد ربي حافظ حافظ والله مرحبا بيك وسهلا والله شكرا هات انتي والله مرحبا بسهلا مرحبا بسهلا الأخ ماني عرفون الأخ جاسم أخ جاسم تفضل السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا بسهلا مرحبا بيك محمد تحية لك من مريتانيا من ترارجة أخيرت والله مرحبا بسهلا مرحبا بسهلا مرحبا بسهلا مرحبا بسهلا والمريتانيين ما يقدوا يبيعون الشعب الصحراوي الله عاف وكتنقت هذا الشعار اللي الدائرة تعود فيه جزائر وفيه موريتان من السلام يعبر بسهلا يعبر وقوفنا مع الشعب الصحراوي ولله إن إن شاء الله و الإن شاء الله تتلب القضية الفلسطينية قضية الصحراوية ومن نصي الله من النبي إن شاء الله وتحية لكم من مريتانا تحية لك والله جزاك الله خير ونسلمنا على هذا الشعب الابي والله شعبنا لا شعبنا الشعب الموريتاني لا جزء مننا والله حق الخطر والله بيك والله والني بيك والله مرحب وسلم مرحب وسلم مقران مرحب وسلم الأخ مقران مقران مرحب وسلم سلام عليكم مرحب وسلم مرحب وسلم نعم تحياتي الأخ رادي ليلي مرحب وسلم تحياتي لك نعم تحياتي لك كما قال الأخ الموليطاني في قضية القصود للأخوة السودانية والموليطانيين نعزل الأهلي ديالهم والذي نتمنى وكذلك شكر خاص لسماعيلي عقوب على التدوينات الراسيين والجاد والقلم الرائع الذي يتكلم عن الحادث بطريقة جميلة جدا نتمنى وإن شاء الله رب يرحمهم ونتمنى أن المجتمع المدني الصحراوي تحرك شويه خصوصا كذلك الأخوة في الأحزاب المعارضة الموليطانية على الأقل أنهم يتم يكون ضغط شعبي كما كان هنا في المغرب يعني ضغط شعبي على نظام المخزن في قضية التطبيع أنهم يخرجوا كذلك الجمعيات يخرجوا يديروا مظاهرة أمام سفارة المخزن في نواكسود هذا النداء ليهم حار حار جدا لأن للأسف هذا القصف الغير إنساني هو أصبح يعني سيستيماتيك يعني ولا يعني عادي نعم دائم يعني ولاش هذا القضية دي القصف المدنيين فلذلك فنتمنوا الإخوة يعني في المجتمع المدني الموليطاني تحركوا شوية باش يكتفوا الضغط عليه يعني بالمظاهرات أمام سفارة المخزن على الأقل باش يتم يعني توجهة في الرأي العام خصوصا الدولية كتعرف يعني خصوصا في أوروبا كنا قنوات دي دابليو يمجموعة القنوات اللي كتتم بالممكن أنها تجدب اهتمام هاد القنوات الدولية ويصير ضغط إعلامي كبير على على نظام المغرب ولما لا لما لا إن شاء الله حتي تحركوا يعني المقاضات يعني يتواصلوا مع عائلت هاد ضحايا وتم إعداد لإحدى بأسماء هاد الضحايا وتم إعداد كذلك يعني شواهي الطبية ومن الهلال أحمر ومن أجل يعني رفع دعاوي ضد النظام المغربي في المحاكم الدولية لأن هاد القصف يعني غير إنساني وغير مبرر وكذلك الحيو المنورس لأن العناصر ديالهم يعني مشكورين يعني حضروا للقصف ووطقوا ودك الأخبار على هذه الوقفة التي قالوا علينا مقررة غدا قدام سفارة المغرب في نواكشوت لا لا هذا فقط نداء هذا فقط نداء يعني قدرنا حملة نداء نداء قدامي أنا قدامي أنا الخبر اللي عندي سمحلي إنو إشعار الشعب الموريتاني يعلم عن مظاهرات غدا أمام سفارة المغرب في نواكشوت الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربما الآن القاتل صادة ديالها الحمد لله يعني يدرنا حملة مع الإخوان وهذا من خلال منبر ديالك المحترم الآخر دياللي نزيد نأكد يعني كأحرار ديال منطقة ديالنا باش نقويوا الإخوان يخرجوا بكاتافة باش ما تبقاش هاد الجرائم يعني تمر مرور الكرام إن شاء الله يعني فما يكون خصوصا هاد الإخوان حسب المعلومات أنه متوفوا على الأراضي الموريتانيو هادو يعني ناس منقبين سبعة كيلومتر حسب بعد التسجيلات الصوتي لأنه تم قصفهم وسط الأراضي الموريتانية بحوالي سبعة كيلومتر هذا أثر واحد غضب كبير داخل المجتمع الموريتاني ويعني هادو ناس مسالمين يعني حتى الجباية يعني المشكورة خلاتوا منقبوا الدهف هذه المناطيق وهم يعني ناس مسالمين يعني كي بحثوا على الأرزاق ديالهم وعني الاستيداف هو دليل جبن لأن هذا دليل على الفشد ديالهم وأنهم جايش ومسلاحة لأخليه دبابات في الآخر يعني بارك استهدف يعني في مدنيين سلميين هذا دليل كذلك نوجه تحيير جيش صحراوي يعني بان جيش صحراوي يعني تأثير دياله على الجيش المغربي كبير لذلك فهو الجاء لهذه العملية الخاصية كان ردت فعله يعني يوجد في حالة نرفزة يعني من ترنفز الجيش الملكي نعم والشيبه كبير لذلك فهو كيستهدف هادوه فانتمنه كذلك يكون مرصد مرصد باش يوتقل يعني العدد ديال هذا الضحايا يعني نحيوا الإخوان يديروا المظاهرة باش مدلقى شمر أي عملية إلا ويتم تظاهر أمام سفارة المغزن وهذا يعني مع المستقبل حتى الحكومة الموليطانية نعم يعني تستدعي تتحرك لا تتحركي يعد موقف رسمي يستدعى السفير نعم حتى الطرد السفير والله برافو عليك نعم حتى دخل البرلماء الموليطانية يعني سولي الأسئلة أمام الحكومة الموليطانية كما قلت إرسال سئل الاحتجاج حتى يعني إلا اتفاق من الوضع يتم يعني استدعاء السفير وإبعاده نعم 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 فنتمنوا الرسالة توصل من الأمر بردي نعم 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 وتحية الشعب الموليطاني نعم اليوم مرة كنا مظاهرة أمام يعني في الدار البيضاء يعني ضد التطبيع نتمنوا أن الشعب المغربي يخرج كذلك يكتف الضغط دياله على النظام المخزاني ويرفعوا شعارات ضد المالكين بأنه مولي يعني متبت بالتطبيع تمنوا لهم كذلك تتوفق اليوم تحياتي لك أخر إن شاء الله تحياتي لك والله مرحبا وسهلا والله شكرا جزيلا والله تحياتي الله داني داني تفضلي أو تفضل خارج تفضل خالد خالد تفضل نحن تقريبا على مشارف نهاية الحلقة ابن المملك المغربية تفضل ابن المملك المغربية تفضل إذن مشاهدنا في كل مكان شكرا جزيلا لكم على الوفاء وعلى متابعة هذه الحلقة تقريبا نحن في حوالي ساعتين من هذه الحلقة كما شاهدتم ما كير حتى عنده الجواب كل المغاربة والمغربيات اللي طلعوا في هذا اللايف لم يقدموا أبدا جوابا مقنعا ولا حتى جوابا تاريخيا على هذه القضية وهذا يؤكد على أنه لا يوجد أصلا أي دليل وأي حجة لتأكد أن المغرب لديه سيادة على هذه الأرض وأنه هذه أرضه نشير إلى أنه الملف الآن الموريتاني المغربي وملف يعني ماشي يأخذ مصاره الطبيعي نعرف بأنه الاحتلال المغربي قام بقتل عدد من المدنيين الموريتانيين بمرات عديدة وأخيرهم قبل يومين فقط وبالأمس يعني قتل ثلاثة سودانيين رحمة الله يعلم أيضا كانوا يعني يقومون بعمليات التنقيب عن الذهاب في الأراضي الصحراوية نعلم بأنه لا توجد أي حدود مغربية موريتانية يعني هذه حطوها في بالكم الحدود الموجودة هي الحدود الصحراوية الموريتانية وتواجد الاحتلال وقيامه بمثل هذه العمليات الإجرامية هو تحدي للقانون وهو خارج القانون وبالتأكيد على أن المحاسبة ستتم أسماء إن شاء الله طبعا سيحاكم محمد السادس المجرم اللس الفاسد القاطع الطريق اللي ينتقب من الناس محمد راد الليلي فقط يقوم بعمله الصحافي طبعا ليزعجك أنت ويزعج سيدك إذن نظام محمد السادس نظام فاسد نظام مجرم نظام لس نظام بغي يحتل أراضي الناس بالقوة بغي يستعرض عضلاته ضعيف مسكين حتى يجيب طائرات الدرون ماهو قد يواجه المقاتلين الصحراويين في الميدان وهذا يعبر دائما على ضعف النظام السياسي في المغرب دائما النظام السياسي في أي لحظة يجيب اختبار يبين على أنه ضعيف يمشي يجيب سلاح متطور جدا باش يتم يكتل المدنيين كل مرة يقصف المدنيين ويقتل المدنيين واش الدرون في العالم وضعت باش تقتل المدنيين الدرون وضعت لدى الأسلحة لدى الجيوش اللي أصلا عندها معارك كبيرة عندها معارك كبيرة عندها معارك وجود يعني إما أن تكون أو لا تكون وعندها حدود تدفع عنها أما النظام اللي يشري طائرة الدرو باش يواجه الناس في الصحراء الغربية والله تم يقتل الجنسيات مختلفة هذا كضعيف ومنهار وأي حد يعول عليه يعول عليه الخلاء يكتع فيه الخلاء أسماء بس كل مغرب إلا الخلاء نظام محمد السادس اللي خلاء إلا عولتوا عليه رحمة الله عليكم وبالتأكيد راهم اديكم شورة الهاوية ولاه ينتصر الشعب الصحراوي ولاه يتحرر بإذن الله ولاه ينتهون هذا الصداع صداع المخزن اللعين في المنطقة تحياتي ولا تنسوا إن شاء الله نصر حلقة من تكتوكيات الصحراء الغربية هذا المساء في حدود العاشرة والنسبة توقيت باريس لبعد حوالي خمس ساعات وعشر دقائق تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته